رئاسة الجمهورية تولن الحدادة لمدة ثلاثة ايام اعتبارا من غد حدادا على وفاة الرئيس الاسبق حسني مبارك القيادة العامة للقوات المسلحة تنعى ابنا من ابنائها وقائدا من قادة حرب اكتوبر المجيدة الرئيس الاسبق حسني مبارك وزارة الثقافة تعلق كافة انشطتها ثلاثة ايام التزاما بالحداد العام على وفاة الرئيس الاسبق حسني مبارك موجز الاخبار من تلفزيون النهار اهلا بكم اعلنت رئاسة الجمهورية حالة الحداد العام في جميع انحاء الجمهورية لمدة ثلاثة ايام حدادا على وفاة الرئيس الاسبق لجمهورية مصر العربية محمد حسني مبارك وذلك اعتبارا من يوم غد الاربعاء الموافق السادس والعشرين من فبراير كما نعت رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الاسبق محمد حسني مبارك واكدت رئاسة الجمهورية في بيان لها اليوم انها تنع الرئيس الاسبق حسني مبارك لما قدمه لوطنه كاحد قادة ابطال حرب اكتوبر المجيدة حيث تولى قيادة القوات الجوية اثناء الحرب التي اعادت الكرامة والعزة للامة العربية وتقدمت رئاسة الجمهورية ببالغ العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الذي وفته المنية صباح اليوم الموافق الخامس والعشرين من شهر فبراير الجاري كما نعت القيادة العامة للقوات المسلحة ابنا من ابنائها وقائدا من قادة حرب اكتوبر المجيدة الرئيس الاسبق لجمهورية مصر العربية محمد حسني مبارك بسم الله الرحمن الرحيم تنع القيادة العامة للقوات المسلحة ابنا من ابنائها وقائدا من قادة حرب اكتوبر المجيدة الرئيس الاسبق لجمهورية مصر العربية محمد حسني مبارك والذي وافته المنية صباح اليوم وتتقدم لأسرته ولضباط القوات المسلحة وجنودها بخالص العزاء وندعو المولى سبحانه وتعالى ان يتغمده بواسع رحمته انا لله وانا اليه راجعون كما نع مجلس الوزراء ببالغ الحزن الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك وتقدم مجلس الوزراء بخالص العزاء لأسرة الفقيد ودويه مؤكدا انه كان احد ابطال قواتنا المسلحة في معركة الكرامة عام 1973 كما سبق له تولي رئاسة مجلس الوزراء في الفترة من اكتوبر لعام 1981 وحتى يناير لعام 1982 وفي السياق ذاته نعى حزب مستقبل وطن ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الاسبق محمد حسني مبارك كاحد قادة القوات المسلحة المصرية ورمز من رموز حرب اكتوبر المجيدة الذين قاموا بدورهم في خدمة الوطن اتقدم الحزب بخالص العزاء والمواثى لأسرة الفقيد داعيا المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته كما نعت تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الاسبق محمد حسني مبارك لما قدمه لوطنه كاحد قادة ابطال حرب اكتوبر المجيدة قررت الدكتورة ايناس عبدالدايم وزير الثقافة تعليق كافة الانشطة الثقافية والفنية لجميع القطاعات وتنكيس الاعلام لمدة ثلاثة ايام اعتبرا من غدنا وذلك نظرا لحالة الحدادة التي اعلنتها الدولة للرحيل للرئيس الاسبق محمد حسني مبارك اعلن عدد من ملوك وامراء ورؤساء الدول العربية عن خالص تعزيهم في وفاة الرئيس الاسبق حسني مبارك حيث بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز السعود وولي العهد الامير محمد بن سلمان برقيتي عزاء ومواساة للرئيس عبدالفتاح السيسي في وفاة الرئيس الاسبق حسني مبارك كما اعلنت دولة الامارات العربية المتحدة تنكيس الاعلام حدادا على الرئيس الاسبق حسني مبارك فيما بعث الشيخ خليفة بن زايد الانهيان الرئيس الاماراتي والشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة برقيتي تعزية الى الرئيس السيسي عبر فيها عن خالص تعزيهما صادق المواساة في وفاة الرئيس الاسبق حسني مبارك وبعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح برقية عزاء إلى الرئيس السيسي أعرب خلالها عن خالص تعزيه وصدق مواساته بوفاة الرئيس الأسبق حسني مبارك وبعث ملك البحرين حمد بن عيسى الخليفة ببرقية تعزية ومواساء إلى الرئيس السيسي من جانبه نعى السيد أحمد أبو الغيت الأمين العام لجامعة الدول العربية ببالغ الحزن والأساء الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك مشيدا بدوره البارز في حرب أكتوبر ودعمه للقضايا العربية مشاهدين انتهى مجازي الأخبار شكرا لحسن المتابعة